تسعة من كل عشرة فرنسيين أي ما يقارب الواحد وتسعين في المائة يؤيدون طرد لأئمة الأجانب الذين ألقوا خطابات توصف بالمناهضة لقيم الجمهورية الفرنسية هذا الاستطلاع أجراه معهد سي أس آ بعيد قرار وزير الداخلية الفرنسية جرال دارمانا بترحيل الإمام حسن إكويسين في شمال فرنسا اتهمته السلطات بانتهاج خطاب ديني معاد لمبادئ الجمهورية وأنه يهاجم اليهود في خطابه أريد أن أوضح لمن يؤيد الإمام إكويسين أنه يصف الشعب اليهودي بالجاحد يرفض الزواج المدني ويطالبه بالزواج الديني فقط يرفض المساواة بين المرأة والرجل ويصف الاعتداءات التي شهدتها فرنسا منذ عام 2015 بأنها وهمية هذا القرار أيدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رفضت طلب تعليق إجراء طرد الإمام إكويسين من فرنسا إلى المغرب مما أعاد إلى الواجهة مجددا الجدل الدائر حول قضية الأئمة في فرنسا ومعظمهم من جنسيات عربية وتركية إذ يتم تهديدهم بالطرد من فرنسا أو صحب إقاماتهم هذا ما أشار إليه دارمانا حيث تحدث عن طرد ما يقارب 3000 أجنبي من فرنسا لقيامهم بأعمال تتعارض وقيم الجمهورية ونزع إقامة ما يزيد عن 22 ألف أجنبي عام 2021 للحجة نفسها ثلاثة جوانب رئيسية جانب الأول أن فرنسا مصممة على محاربة الأفكار المتطرفة ومحاربة الإنعزالية الإسلامية بدءا من اتخاذ القانون واستمرارا في الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية مسألة ثانية أن أوروبا بشكل عام ترفض ذلك الخطاب وبالتالي ذلك يجفف منافع الحركات الراديكالية والمتطرفة والتي قامت بهجمات إرهابية في عموم الأراضي الأوروبية المسألة الثالثة أن الإسلام السياسي ليس له مستقبل في أوروبا هذه الرسالة التي قامت بها الحكومات الأوروبية وقامت بها معظم التيارات السياسية الموجودة في أوروبا أيضا تشهد فرنسا عودة الجدل بشأن ارتداء البوركيني والحملة التي شنها وزير الداخلية ضد رئيس بلدية جرنوبل الذي سمح لنساء مسلمات بارتداء البوركيني في المسابح مع مضي إجراءات طرد الإمام إيكوسين يبقى انتظار موقف وردود فعل الهيئات الإسلامية في فرنسا من الأزمة التي لا يبدو أنها ستتوقف خاصة مع التأييد الذي لقيه قرار وزير الداخلية الفرنسي توني شمية الحرة بريس موسيقى موسيقى